تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رفع فيها بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج أسمى آيات التهاني والتبركات لسموه بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الشركة وأكد الزياني في البرقية أن حرص سموه ومتابعته الشخصية والدورية لمجريات عمليات الشركة هو الدافع الأكبر والحافز المتجدد للدفع نحو الأفضل والتطوير المستمر في أداء الشركة معاهدا سموه بمواصلة المسيرة في تطوير الشركة إلى الأمام عبر التوسع المدروس لشبكتها وبناء الكفاءات الوطنية لتحقيق المزيد من الازدهار والتطور داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموه ويسدد على طريق الخير خطى ويوفق الجميع نحو مزيد من التقدم والرقي والازدهار